جاسة الإصلاح التي اتخذها رئيس المجلس الأسكري لانتقال الفريق أول محمد إدريس ديبيتنون في هذه المرهلة الانتقالية لقد طالت مختلف القطاعات والتنظيمات الحامة تنظيمات شملت الحج والأمرى ولإمكانية تحقيق إصلاحات جزرية تمحد الطريق إلى تحقيق بادرة الاستدامة والإنصاف على حد سواه وذلك في إطار الاحتمام والاستلزام بقضايا الشعن الوطني لذا لا يجوز أن تقيب عن بال السلطات الأولية تطلقات الحجاجة الشاديين إلى مناسك حج أفضل ومقايرة وفي السعي إلى تحقيق ذلك لقد خصص رئيس المجلس الأسكري لانتقال الفريق أول محمد إدريس ديبيتنون مبالغ مالية طائلة تقدر بأكثر من واحد مليار فرنكا سفا لدعم موسم حج هذا العام معلومات وردت في البيان الصحفي الذي قدمه رئيس اللجنة الدائمة المكلفة بتنظيم الحج والأمرة أمر أدوم أبدالله في هذه الانطلاق الرسمية كما تطرق إلى الإجراءات التي تم اتخاذها في مجال تحسين السكن ولعشة المجانية التي تعتبر كأول بادرة لم تكن موجودة سابقا وكذا نقص عدد الحجاج عند كل خيمة بالإضافة إلى خدمات وامتيازات أخرى مميزة التي تدخل ضمن الترتيبات اللازمة التي اتخذتها البيسة بحدف تحسين ظروف الحجاجة الشاديين ويأتي ذلك بعد أن تم فك تقييد قدرة لجنة الحج من تزديد جميع الديون المالية الآلقة والتي تقدر بـ 1 مليون و300 ألف دولار أمريكي موقفا اتقذه رئيش المجلس الأسكري لانتقال الفريق أول محمد إدريس دي بيتنو في الحاجة إلى التعاون مع المخاطر بروح المسؤولية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة